السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير إن شاء الله النهاردة هنحلم مع بعض تدربات كتير الأضواء على الدرس الأول محاولات تصنيف العناصر صفحة 18 أولاً أسئلة المحافظات أخم واحد اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس ألف اكتشف العالم نقط أن نواة الزرة تحتوي على بروتونات مجابة مندليف موزلي بور رزرفورد صحة رزرفورد با رتب العالم مندليف العناصر المتمثلة في الخواص في دورات رأسية مجموعات أفقية مجموعات رأسية طبعاً مجموعات رأسية اتنين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارتين الآثيتين ألف عدد العناصر الموجودة في جدول مندليف سبعة وستين عنصراً يبارة صحيحة با خصص مندليف مكاناً أسفل الجدول لعناصر اللان ثاندات والآكت ثاندات موزلي هو الخطأ ثلاثة أكمل العبارات الأئتية ألف رتب مندليف العناصر تصنعودياً حسب نؤط أوزانها الزرية بينما رتب موزلي العناصر تصنعودياً حسب عددها الزرية با اكتشف العالم نؤط مستويات الطاقة الرئاسية في الزرة بور وعددها نؤط مستويات سبعة مستويات جيم تم تصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث تابعاً لتدرج التصعودي في نؤط معددها الزرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونيات أربعة اكتب المستحى العلمي لبارتين الأتيتين ألف جدول رتبت فيه العناصر ترتيباً تصعودياً حسب أوزانها الزرية الجدول الدوري المندليف با جدول رتبت فيه العناصر تصعودياً حسب عددها الزرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونيات الجدول الدوري الحديث خمسة علم يأتي ألف تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر بتسهيل دراستها وإيجاد العلاقة بين العناصر وخوصها الفيزيائية والكيميائية با ترك مندليف خانات فارغة في جدوله لأنه تنبق اهتشاف عناصر جديدة جيم قصة مندليف عناصر كل مجموعة رئيسية إلى مجموعتين فرايتين ايه وبي لوجود فروق بين خواص عناصر كل منهم ستة ما النتائج يا مترتبة على كل مما يأتي ألف تنبق مندليف باكتشاف عناصر جديدة تركها لها خانات فارغة في جدوله باكتشاف دراسة موزلي لخواص الاشعة السينية اكتشفها ان دورية خواص العناصر ترتبط بعددها الزرية وليس أوزانها الزرية وأعادة ترتيب العناصر ترتيبا تسعوديا حسب عددها الزرية اكتشاف مستويات الطاقة الفراعية اعادة العلماء ترتيب العناصر اعادة العلماء ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث على حسب الزيادة في عددها الزرية اعادة وطريقة مل مستويات الطاقة الفراعية بالالكترونات صفحة ثمانية وعشرين رقم واحد اكمل العبارات الاثتية واحد عدد العناصر في الجدول المندليف نقط عنصرا سبعة وستين عنصرا اثنين خصص مزلي مكان أسفل الجدول لعناصر سسلتي نقطة نقطة اللام ثاندات والاكتندات ثلاثة رتبها مندليف العناصر تسعوديا حسب نقطة حسب الوزن الزري بينما رتبها مزلي تسعوديا حسب العدد الزري أربعة اكتشف العالم نقطة مستويات الطاقة الرئيسية في الزرة وعددها نقطة في أثقل الزرات المعروف بور سبع مستويات خمسة اتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث تابعا لتدرج التسعودي في عددها الزرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونات ست تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر بهدف نقط ونقط تسهيل دراسة دراسة وإيجاد العلاقة بين العناصر وخواسها الفيزيائية والكيميائية سبعة قسم نقطة عناصر كل مجموعة رئيسية إلى نقطة فريعتين A وB من دليل إلى مجموعتين تمانية اكتشفها موزلي بعد دراساته الخواس الأشعة الصينية أن خواس الكيميائية والفيزيائية لعنصر الماء ترتبط ارتباطاً دورياً بنقطة للعنصر وليس بنقطة بالعدد الزري وليس بالوزن الزري تسع يتكون كل مستوى الطاقة رئيسي من عدد محدد من مستويات الطاقة الفرعية يساوي رقمه عشرة العدد الزري هو عدد نقطة الموجودة داخل نوايات الزرة البروتونات أو عدد نقطة التي تدور حول النوايات الالكترونات الالكترونات اثنين تخير الإجابة الصحيحة لكل أبارة من العبارات التالية واحد اكتشف العالم نقطة البروتونات الموجودة داخل النواي منداليف بور رازرفورد اثنين رتب العالم نقطة العناصر ترتيباً سعودياً تابعاً لعددها الزرية رازرفورد موزني طبعاً العالم موزني ثلاثة في جدول موزني كل عنصر يزيد عما يسبقه في الدورة الواحدة بمقدار نقط واحد نيوترون بروتون طبعاً بروتون ثلاثة اكتب المستحل العلمي للعبارات الاتية واحد اول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر الجدول الدوري لمنداليف كم عنصر؟ سبعة وستين عنصر اثنين جدول رتبت فيها العناصر ترتيباً سعودياً حسب اوزانها الزرية نفس الشيء الجدول الدوري لمنداليف ثلاث جدول رتبت فيها العناصر ترتيبا لصعوديا حسب اعدادها الزرية 806 جدول رتبت فيها العناصر ترتيبا لصعوديا حسب اعدادها الزرية وطريقة ملءم استويات الطاقة الفرعية بالالكترینات الجدول الدوري الحديث 5- عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نوايات زرة العنصر العدد الزري 4- ضع علامة صح أمامه العبارة الصحيحة و علامة خطأ أمامه العبارة غير الصحيح مع تصويب الخطأ 1- يزداد العدد الزري لكل عنصر بمقدار الوحد الصحيح عن العنصر الذي يسبقه في نفس الدورة 2- يتكون كل مستوى طاقة فرعي من عدد محدد من مستويات الطاقة الرئاسية 3- كل مستوى طاقة رئيسي يتكون من عدد محدد من مستويات الطاقة الفرعية 3- يتتبع من دليف جدواله تنازلياً حسب الزيارة 4- في الوزن الزري تصاعدياً 4- أطلق مزلي مصطلح العدد الزري على عدد البروتونات الموجبة في نوايات زارة العنصر 5- اكتشف العالم بور مستويات الطاقة الرئيسية 6- كم عددها؟ 7 مستويات 6- رتب مزلي العناصر التساعدياً حسب أوزنها الزرية 7- أعددها الزرية والخطأ 5- ثوب ما تحتوي خط في الابارات الأتية 1- كان سيضطر العالم المزلي إلى التعامل مع نظائر العنصر الواحد على أنها عناصر مختلفة 8- من دليل 9- الثوب مزلي العالم بور هو الذي يرتب العناصر تساعدياً حسب أوزنها الزرية 9- من دليل 10- ثلاثة اكتشف رزرفورد مستويات الطاقة الرئيسية للزرة 10- بور 11- أربعة نظائر العنصر الواحد تتطفق فيه 11- أوزنها الزرية 12- أعددها الزرية 12- تختلف فيه أوزنها الزرية 13- ستة 13- علل لما يأتي 14- واحد 14- تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر لتسهيل درستها 15- وإيجاد العلاقة بين العناصر 15- وهوسطة الفيزيائية 15- والكيميائية 16- اتنين 16- ترك مندليف خانات فارغة في جدوله الدوري لأنه سنبقى باتشاف عناصر جديدة 16- ثلاثة اضطرب مندليف إلى الإخلال بالترتيب التصعودي للأوزان الزرية لبعض العناصر 16- لوضعها في مجموعات 17- تناسب مع خواصة 17- أربعة 18- قصة مندليف المجموعات الرئيسية في جدوله إلى مجموعات فرعية 18- A و B 19- لوجود 20- فروق 20- بين 20- خواص 21- كل منه 22- خمسة 22- عدم وزلي ترتيب العناصر تصعوديا في جدولهم حسب أعددها الزرية لأنه اكتشف بعد دراستهم بخواص الأشعة السينية. 22- أن دورية خواص العناصر ترتبط بعدها الزرية وليس أوزانها الزرية. 23- ستة 23- كان مندليف سيواجه مشكلة في التعامل مع نظائر العنصر الواحد لأنه كان سيضطر التعامل مع نظائر العنصر الواحد على أنها 24- عناصر مختلفة لاختلاف أوزانها الزرية. 25- سبعة 25- ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ 26- واحد 26- تنبؤ مندليف بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة ترك لها خانات فارغة 26- في جدوله. 27- اتنين دراست موزلي لخواص الأشعة السينية اكتشف أن دورية خواص العناصر ترتبط بعدها الزرية وليس أوزانها الزرية. 28- واعادة ترتيب العناصر في جدوله تصعديا حسب العدد الزرية. 28- اكتشاف البروتونات في نواة الزرية. 29- أطلقها 30- موزلي 30- العدد الزرية على عدد 30- البروتونات الموجبة الموجودة في نواة الزرية العناصر. 31- اكتشاف مستويات الطاقة الفرعية. 30- عدد العلماء. 31- ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث حسب العدد الزري وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونات. 31- كارن بين كل من 32- الجدول الدوري لمندليف والجدول الدوري لموزلي 33- والجدول الدوري الحديث من حيثه. 34- الأساس العلمي للتصنيف. 35- الجدول الدوري لمندليف رتبت فيه العناصر ترتيبا تسعوديا حسب 35- الجدول الدوري لموزلي حسب عددها الزرية. 36- الجدول الدوري الحديث الحسب عددها الزرية. 37- وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونات. 39- اسكر الرقم الدال على كل من 41- عدد العناصر في الجدول الدوري لمندليف. 67 وانصر. 42- عدد مستويات الطاقة الرئيسية في أثقل الزرات المعروفة. 7 مستويات. 40- إلى من تنسب الأعمال الأتية. 41- صحح الأوزان الزرية التي كانت مقدرة خطأ لبعض العناصر مندليف. 42- اكتشف البروتونات المجربة الشحنة. 43- ريزرفارد. 43- رتب العناصر تحت بعضها في أعمدة رأسية سميت بالمجموعات مندليف. 44- رتب العناصر تسعوديا حسب العدد الزري موزلي. 45- خمسة. 45- اكتشف أن دورية خواص العناصر ترتبط بعضها الزرية وليس أوزانها الزرية. 46- موزلي. 46- حد عشر. 47- اسكر مميزات وعيوب جدول مندليف. 48- مميزاته. 49- رقم واحد. 49- تنبأ بكشاف عناصر جديدة وحدد قيم أوزانها الزرية ترك على خانات فارغة في جدوله. 49- صحح الأوزان الزرية المقدرة خطأ لبعض العناصر. 50- العيوب. 50- الإخلال بالترتيب التسعودي للأوزان الزرية لبعض العناصر. 51- وضع أكثر من عنصر. 51- كان سيضطر التعامل مع نظائر العنصر الواحد على أنها عناصر مختلفة اختلاف أوزانها الزرية. 52- نشر ما الأساس العلمي لتصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث. 53- رتبت في العناصر ترتيباً. 53- تساعدياً. 54- حسب. 55- أعدادها الزرية. 55- وطريقة ملء. 55- مستويات. 55- الطاقة. 55- الفرعية. 55- بالالكترونيات. 55- وصف الجدول الدوري الحديث. 55- ركم واحد. 55- أكمل العبارات الآتية. 55- واحد. 55- عدد العناصر المعروفة حتى الآن نقطة عنصران. 55- مية وطمنتاشر عنصران. 55- منها 92 عنصران متوفراً في القش الأرضية. 55- أما بقية العناصر فإنها تحضر صناعياً. 55- نين يتكون الجدول الدوري الحديث من نقطة دورات أفقية. 57- وطمنتاشر مجموعة رأسية. 55- ثلاثة تقع عناصر الفئة نقطة. 55- في يسار الجدول الدوري. 55- بينما تقع الفئة نقطة في وسط الجدول. 55- أربعة تقع عناصر الفئة بيمين الجدول الدوري. 55- وتكون من نقطة مجموعات. 55- من ست مجموعات. 55- تبدأ بالمجموعة سريئة. 55- وتنتهي بالمجموعة السفرية أو الثمنتاشر. 55- خمسة. 55- تقع الفائف أسفل الجدول الدوري. 55- وتتكون من سلسلتين. 55- هما 55- اللانثاني دات 55- والآكت ندات 56- ستة عناصر المجموعة السفرية. 55- ثبع الفئة نقطة. 55- الفئة بي. 57- يبدأ ظهور العناصر الانتقالية. 55- ابتداء من الدورة الرابعة. 55- وهي تتكون من عشر مجموعات رأسية. 55- ثمانية. 55- الترقيم الحديث لعناصر المجموعة سفن اي هو 17. 55- والعناصر المجموعة سفن بي هو 7. 55- تسعة. 55- الترقيم الحديث للمجموعة وان بي هو 11. 55- بينما الترقيم الحديث للمجموعة سري بي هو 3. 55- عشرة. 55- تتميز ارقام مجموعة الفئتين اس وبي بالحرف اي. 55- باستثناء المجموعة الصفرية. 55- بينما تتميز ارقام مجموعة الفئة دي بالحرف بي. 55- معدق المجموعة الثامنة. 55- كم عددهم؟ 55- اللي يتميز بحرف اي واللي يتميز بحرف بي سبعة. 55- هدى الشرفية الجدول الدوري الحديث. 55- يدول رقم نقط على عدد الالكترونات مستوى الطاقة الأخير المجموعة. 55- في الزرة العنصر. 55- بينما يدول رقم نقط على عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات. 55- الدورة. 55- يكون العنصر بي. 55- في المجموعة. 55- اثنين تمانية خمس. 55- يبقى المجموعة. 55- اي. 55- بالجدول الدوري الحديث. 55- ويكون العدد الزري للعنصر الذي يسبقه في نفس المجموع. 55- يبقى نقص مستوى الطاقة أو نقص ثمانية. 55- نقص ثمانية بيتساوكا سبعة. 55- ثلاثتشر. 55- العنصر الذي يحتوي مستوى الطاقته الرابع على إلترونين. 55- واحد اثنين ثلاثة اربعة. 55- اثنين تمانية تمانية اثنين. 55- يقع في الدورة كان مستوى. 55- اربعة يبقى الدورة الرابعة. 56- والمجموعة الاخير في كان اثنين يبقى مجموعة تو اي او اثنين بالجدول الدوري الحديث. 55- اربعتاشر العنصر الذي يقع في الدورة الثانية يبقى مستوى اي. 57- والمجموعة تو اي يبقى هنا اثنين. 52- اثنين. 58- الزري صح اربعة. 55- وافعته اس. 55- خمستاشر. العنصران زد و واي. تشبهان في رقم نقط. الزد عشرين اتنين تمانية تمانية اتنين. الواي اتنين تمانية اتنين. يعني هما الاتنين لهم نفس عدد اوترونات مستوطقة خارجية. يبقى رقم ايه? برافق المجموعة. بينما العنصران دابلي والدي. اتنين اتنين واتنين اربعة. يعني هم مستويين وهنا مستويين. تشبهان في رقم صح الدورة. ستاشر. اذا كان عنصر اكس يقع فيها الدورة الثانية. والمجموعة الصفرية بالاخير نوع التمانية. زي اتنين تمانية. فان العدد الزري لعنصر الذي يسبقه في نفس الدورة. يعني قبل منه. ده عشر. يبقى قبل منه وكام? صحة? تسعة. والذي يليه في نفس المجموعة. يبقى تحت. هزود مستوطقة. يعني زود تمانية. يبقى اتنين تمانية تمانية. امانتاشر. سبعتاشر. في مركب اكس واي. اذا كان العنصر واي يقع في المجموعة سفن اي. طيب. يبقى هنا تكافؤ احادي. يبقى الواي تكافؤ اي? احادي. فان العنصر اكس يقع في المجموعة نقط. وتكافؤ نقط. طيب. العندة هنا اكس واي. الواي احادي. يبقى الاكس يجب ان يكون اي? احادي. يبقى العنصر اكس يقع في المجموعة لازم يكون اي? يبقى احادي. يبقى احادي. اتنين. اكمل الجدول التالي. العنصر. الكالسيوم عشرية. العديد الزري عشرية. التوزيع الالكتروني اتنين تمانية تمانية اتنين. ركم الدورة. دول الكم مستوى. الام اين اربع مستويات. يبقى الدورة الرابعة. ركم المجموعة. التقليدي. صح. تو اي. والحديث اتنين. السوديوم حداشر. العديد الزري حداشر. اتنين تمانية واحد. الدورة السلسة. التقليدي. عندنا الاخير واحد يبقى ايه? يعني واحد. الكربون العديد الزري ستة. يبقى اتنين اربعة. كم مستويات? اتنين يبقى الدورة. الثانية. رقم مجموعة التقليدي. صح. فور اي. فور اي يعني كم? يعني اربعة عشر. الهالية. انصر خامل. اتنين. الدورة الاولى. طيب. رقم المجموعة التقليدي. مجموعة هنا مجموعة تو اي. لان هو مستوى اول واخير. يعني مكتمد. يبقى مجموعة صفرية. الرقم الحديث. طمانتاشر. تخير الاجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية. واحد. المجموعات التي تتميز اركامها بالحرف بي. تقع نقط الجدول الدوري الحديث. يمين. يسار. وصف طبعا وصف. دين. تنتمي المجموعة الصفرية الى الحين نقطة هالجدول الدور الحديث. اس بي طبعا بي. ثلاثة. الترقيم الحديث المجموعة لغازات الخاملة. هو سفر. اثني. تمانية. طمانتاشر. اربعة. خواص لعنصر الذي. عدده هو اتنين يعني عنصر الخامل والهلية. توجب خواص لعنصر الذي عدده هو اثنيطواταν اتناشر اربعتاشر تمانتاشر تمانتاشر اتنين تمانية تمانية يعني الاخير مكتمل. خمس عالد عناصر الفئة بي في كل دورة يساوي نقاط باستثناء الدورة الاول. اتنين ستة طبعا كام ستة رقم دائما. ستة عالد المجموعات التي تميز ارقامها بالحرف ايه في الجدول الدوري الحديث. نقاط مجموعة اتنين ستة سبعة طبعا سبعة. والتو اي والسري اي وفور اي فاي ايف اي وسيكس اي وسيفن اي. ده سبع اي مجموعات. سبعة تتفق عناصر الدورة الوحدة في النقاط. التكافؤ. عدد البروتونات الخواص. عدد مستويات الطاقة. عدد مستويات الطاقة. تمانية تتفق عناصر المجموعة الوحدة في العدد الزري. العدد الكتلي. عدد مستويات الطاقة. الخواص الكيميائية. خواص الكيميائي. ليه? لانها تتفق في عدد الوكترونات مستويات الطاقة الخارجي. تسعة. تضم الدورة الرابعة عناصر الفئات. اس وبي والدي. اس وبي والدي. عشرة. عدد عناصر الدورة الثالثة في الجدول الدوري الحديث. اتنين. طبع عناصر فئة اس اتنين. وعناصر فئة بي ست. يبقى كده كام تمانية. يا رقم جيد. عدد عشر. العدد الزري للعنصر الخامل الذي يقع في الدورة الثانية. الدورة الثانية يبقى مستويين. يبقى اتنين تمانية. هو عشر. رقم جيد. اتنشر. العنصر الذي يقع في الدورة السالسة. يبقى واحد اتنين تلاتة. والمجموعة ايه بين اتنين? اتنين تمانية اتنين. يكون عدده الزري طبعا كان اتناشر. تلاتاشر. عنصر فلزي سلاسي التكافؤ يقع في الدورة السالسة. يكون عدده الزري واحد اتنين تلاتة. سلاسي التكافؤ يا خيات اتنين تمانية تلاتة. يبقى عدد الزري كيام تلاتاشر. اربعتاشر. جميع الاعداد التالية تصلح ان تكون اعدادا زرية للعناصر. ما عدد. طبعا كان جيم لان العدد الزري اعداد صحيحة لا يقبعها كثور. خمستاشر. عدد عناصر الدورة الرابعة. نقاط. عدد عناصر الدورة السالسة. الدورة الرابعة بيبدأ زهور عناصر التقالية. عددون كام? عشرة. يعني تمانتاشر عنصر. اما الدورة الثالثة تمانية. يبقى اكبر ايه من دوركم باية. ستاشر. تشابه العسران الليسيوم والماغنسيوم في انهم يقعان في. اتنين واحد. اتنين تمانية اتنية. منتصف الجدول الدوري. الحديث. مجموعة واحدة. طبعا لا. الفائس طبعا فائس. ركام جيم. اتنين واحد ده في مجموعة وان ايه. والماغنسيوم مجموعة تو ايه. الوان اي والتو ايه تتبع الفائمين اس. ركام جيم. سبعتاشر. العنصر اللي هذا هو الزر سبعتاشر. يماثل في خواصه العنصر الذي عادته الزر. اتنين تمانية سبعة. اتنين تمانية سبعة. اذا نشوف مستوى اخير سبعة. اتنين طبعا لا. سبعة اتنين خمس. لا. تسعة اتنين سبعة يا ركام جيم. تمنتاشر عنصر. عادته الزر تمنتاشر. فان العنصر الذي يسبقه في المجموعة يكون لديها نقط مستوى طاقة. يعني قبل منه في المجموعة. طيب اللي قبله منه في المجموعة طبعا التمنتاشر اتنين تمانية تمانية. اتنين تمانية تمانية. ده كم مستوى? تلاتة. يسبقه في مجموعة. يبقى يقع في الدورة الكام صحة الثانية. يبقى اتنين تمانية. يبقى دورة كم مستوى طاقة. الكي والالي يبقى مستوى طاقة. اربعة تخير من عبارات على العمود جيم ما يناسبها من عبارات العمودين. الف واحد. الفائس رقم واحد. موقعها صحة رقم اربعة. يسار الجدول. رقم اربعة. بعض خصائصها. رقم خمسة تكون من مجموعتين الرئاسيتين. اتنين. الفائه برقم واحد يمين الجدول. طيب بعد خصائصها. رقم اربعة. المجموعة السفرية هي اخر مجموعة. ثلاثة. الفائه دي صح. رقم ثلاثة وسط الجدول. طيب بعد خصائصها. رقم اتنين. اميز اركام مجموعتها بحرف بي. باستثناء المجموعة الثامنة. الفائف صح. رقم خمسة. اسفل الجدول. بعد خصائصها تضم عناصر سلسلتين. تضم عناصر سلسلتين اللانتيني دات والاكتيني دات. رقم ثلاثة. خمسة. اكتب المستهل العلمي الدال على العبارات الاتين. واحد. عناصر تفصل بين الفائتين. اس و بي. ويبدأ ظهورها من الدورة الرابعة. العناصر الانتقالية. اثنين. الفائه التي تشمل العناصر الانتقالية بالجدول الدوري الحديث. الفائه دي. ثلاثة. الفائه التي تضم عناصر اللانتيني دات والاكتيني دات في الجدول الدوري الحديث. الفائه. اربعة. عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواية زرة العنصر. العدد الزرة. خمس. عناصر لها نفس عدد مستويات الطاقة المشغولة بالاترونات. ولكنها تختلف في الخواص الكيميائية. عناصر الدورة الواحدة. عناصر الدورة الواحدة. ستة. عناصر في الجدول الدوري متشابهة في الخواص. ومختلفة في عدد مستويات الطاقة عناصر النموع الواحدة. ستة. ضع علامة صح امامه العبارة الصحيح. وعلمة خطأ امامه العبارة غير الصحيح. واحد. لا يمكن اكتشاف عنصر جديد بين اي عنصرين متتاليين في الدورة في الجدول الدوري الحديث. الواحدة صحيح. لانها عدد صحيح. اثنين. تشغل العناصر الى انتقالية عشر اعمدة رأسية في الجدول الدوري الحديث. الواحدة صحيح. ثلاثة. تكون الجدول الدوري الحديث من. طمانتاشر دورة كفقية وسبع مجموعات رأسية. العكس صحيح. والخطأ. اربعة خواص. العناصر تتكرر بشكل دوري مع بداية كل. مجموعة جديدة. دورة جديدة. خمسة. العنصر يقع في الدورة الثانية والمجموعة سري اي. نين واحد. يبقى الدورة الثانية والمجموعة وان اي. من الجدول الدوري الحديث. براية خطأ. ستة. اذا كان العادل الزري العنصر ما يستوي احداشر. لان خواصه. تشبيه خواص. العنصر اللازي. هذا هو الزري. تسعتاشر. اتنين تمانية واحد. اتنين تمانية تمانية واحد. بمعنى مستوى التقر الاخير واحد وهنا ايه واحد. يبقى فعلا. يبقى سيحة. سبعة. العناصر اكس واي زد. اربعة اتناشر عشرين. اتنين اتنين. اتنين تمانية اتنين. اتنين تمانية تمانية اتنين. يعني الاخير في اتنين. هنا وهنا وهنا. تقع في دورة واحدة. وسلاس مجموعات من التالية. العكس هي. تمانية عنصر اكس. يحتوي مستوى الطاقة الاخير ام. في زراتهم على سلاس الاترونات. اتنين تمانية ثلاثة. يكون عدده الزر عشرين ثلاثتاشر والخطاب. سبعة. سوب ما تحته خط في العبارات الاتين. واحد. تكون الجدول الدوري لموزلي من سبع دورات وطبنتاشر مجموعة. الجدول الدوري الحديث. نين تقع اللانسيات والاكسينيات في وسط الجدول الدوري الحديث في اسفل. ثلاثة. عدد العناصر الموجودة في الدورة السالسة. ستة عناصر. ثمان عناصر. اربعة. يبدأ ظهور العناصر الخاملة من بداية الدورة الرابعة في الجدول الدوري الحديث الانتقالية. خمس. عناصر فأبي تقع في سلاس مجموعات بالجدول الدوري الحديث. تقع في ستة مجموعات. الفأة بي ستة. الفأة اي ستنية. والفأة دي عشر ايه مجموعات. يبقى ستة. ستة. عنصر يقع في الدورة السالسة. يبقى تلات مستطاق واحد اتنين تلاتة. والمجموعة يبقى هنا ستة. يبقى اتنين تمنى ستة. يكون عدده الزاري خمسة وعشرين. يبقى كان ستتاشر. تمانية. علما يأتي. واحد. تختلف عناصر الدورة الواحدة في الخواص الكيميائية. يختلف. عدد. الكترونات. مستوى. طاقة. الاخير او الخريق. اتنين. تلاشر الخواص عنصري. السوديوم والبوتاسيوم. اتنين تمانية واحد. اتنين تمانية تمانية واحد. لانها تتفق في عدد الكترونات مستوى طاقة الخريق. تلاتة. يقع عنصر الكالسيوم في الدورة الرابعة. والمجموعة ايه? بالجدول الدوري الحديث. اتنين تمانية تمانية اتنين. كم مستوى? اربع مستويات. يبقى انه يحتوي على اربع مستويات طاقة. المجموعة ايه? يحتوي على الكتروناتين في مستوى الطاقة الاخير. اربعة. يقع كل من الماغنسيوم والبريليوم في نفس المجموعة في الجدول الدوري الحديث. اتنين تمانية اتنين اتنين اتنين. يبقى ان الكل من هما يحتوي على نفس. عدد الكترونات مستوى الطاقة الخريقية. خمس. لا يمكن ان يكتشر العلماء عنصرا جديدا بين العنصرين. كلور والارجون. لان العدان الزرية اعداد صحيحة. اللي يجب بها ايه? كسور. كل عنصر بيزيد على العنصر الذي يسبقه في نفس الدورة بالمقدار واحد صحيح. ستة يتكون الجدول الدوري الحديث من سبع دورات افقية. لان عدد مستويات الطاقة في اثقل. الزرات سبع مستويات. كل دورة تبدأ بملء مستويات الطاقة جديدة. لسع قارن بين كل من. الفائس والفائبي من حيث الموقع في الجدول الدوري عدد مجموعات العناصر. الفائس تقع في يسار الجدول الدوري. كون من مجموعتين. الفائبي تقع في يمين الجدول. كون من ست مجموعات. اتنين العنصر سي ال والعنصر سي اي في الجدول الدوري الحديث من حيثه. التفزيع الالكتروني. رقم الدورة رقم المجموع والفائة. كلور اتنين تمانية سبعة. كالسيوم اتنين تمانية تمانية اتنية. دول كم مستويات? ثلاث مستويات. يبقى الدورة السلسة. ده كم مستوى? اربع مستويات. يبقى الدورة الرابعة. رقم مجموعة. من الاخير في كام سبعة. يبقى المجموعة سفن اي. من الاخير في كام اتنين. يبقى المجموعة تو اي. الفئة سحب بي. وين الفئة? اس. عشرة. حدد مواضع العناصر الاتية في الجدول الدوري الحديث. كم واحد الهيدروجي. اما اجي اوزع واحد. الدورة الاول. والمجموعة وان اي. طيب وين الفئة? اس. الارجون اتنين تمانية تمانية. دورة السلسة. طيب والمجموعة السفرية. والفئة بي. ثلاثة. البوتاسيوم. اتنين تمانية تمانية واحد. يبقى الدورة الرابعة والمجموعة وان اي. والفئة اس. المغنيسيوم اتنين تمانية اتنين. كم استوى ثلاثة? يبقى الدورة السلسة. طيب. اتنين تمانية اتنية. ناخير في كم اتنية? يبقى المجموعة التو اي. وان اصرفة اس. خمسة الكربون. اتنين اربعة. يبقى الدورة الثانية. والمجموعة فور اي. وان اصرفة بي. ستة الكالسو. اتنية تمانية تمانية اتنية. كم استوى اربعة يبقى الدورة الرابعة. والمجموعة التو اي او اتنية. وان اصرفة اس. سبعة كبريد. ستة عشر. اتنين تمانية ستة. يبقى الدورة السالسة. والمجموعة ستة اي او ستة عشر. وان اصرفة بي. النيون اتنين تمانية. يبقى الدورة الثانية. وهي المجموعة الصفرية او تمنتاشر. وان اصرفة بي. تسعة اتنين تمانية واحد. كم استوى تلاتة يبقى الدورة السالسة. وهي المجموعة اي او واحد. وان اصرفة اس. الهليام اتنين. يبقى الدورة الاولى. والمجموعة الصفرية. ليه? لان مكتمل بالالترونات. وان اصرفة بي. هدعش الفلور اتنين سبعة. يبقى الدورة الثانية. والمجموعة سفن اي او سبعة عشر. وان اصرفة بي. النيونيوم اتنين تمانية ثلاثة. الدورة السالسة. والمجموعة سري اي او تلاتة اشر. وان اصرفة بي. اوجد العلد الزري لعناصر اتنين. وانصر و يقع في الدورة الثانية. يبقى مستويين للطاقة. والمجموعة سري اي او اثنين تلاتة. يبقى اثنين تلاتة كام خمسة. اتنين عنصر زد. يقع في الدورة السالسة. الى واحد اتنين تلاتة. ومجموعة سفن اي او اثنين ثلاثة. عنصر اكس يقع في الدورة الاولى. والمجموعة السفرية. الدورة الاولى بمستوي واحد. السفرية يعني مكتمل. اتنين. لعنزل كام اتنين. اربعة عنصر يقع في الدورة الثانية والمجموعة تمنتاشر. يبقى مستويين للطاقة. تمنتاشر يعني خامل. يبقى اثنين تمانية. يبقى كام عشر. خمسة. عنصر يقع في الدورة الرابعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. والمجموعة ايه بان اتنين? يبقى اثنين تمانية تمانية اثنين. يبقى عشرين. ستة. عنصر يقع في بداية الدورة السالسة. واحد اثنين تلاتة. يبقى هنا. يبقى اثنين تمانية واحد. يبقى اثنين تمانية واحد. يبقى اثنين لا في لزي سلاسي التكافؤ. يقع في الدورة الثانية. واحد اتنية. يبقى مستويين للطاق. طيب لا في لزي. يعني يعمل الى اكتساب او مشاركة بثلاثة الالكترنات. يبقى مستبقى خير في كام? مرافق. يبقى في خمس. طيب لو قال لي في لزي يبقى في ثلاثة. طيب اتنين وخمسة كام? سبعة. عشرة. عنصر يقع في الدورة السلسة. واحد اتنين ثلاثة. في اولى مجموعات الفئة بي. طيب اولى مجموعات الفئة بي. تبدأ بكام بسري ايه? يعني ثلاثة. يبقى اتنين تماما ثلاثة. كام تلاتتاشر? نشر. اذكر الرقم الدال على كل منه. واحد. الترقيم الحديث للمجموعة سري بي. تلاتة. اتنين على العناصر التي تحضر صناعيا. ستة وعشرين عنصر. تلاتة. عدد العناصر في الدورة السالسة. انين وستكام تمانية. اربعة. تكافر. عنصر الارجون. صفر. خمسة. عدد فئات الجدول الدوري الحديث اربع فئات. ستة. عدد مجموعات الفاء اس مجموعتين. سبعة. عدد مجموعات الفئة بي. ستة مجموعات. ثمانية. عدد مجموعات الفئة دي عشر مجموعات. تسعة الترقيم الحديث لمجموعة فور ايه اربعتاشر. تلاتتاشر استخرج الرمز غير المناسب. ثم اكتب ما يربط بين الباقي ارموز. واحد. اف اس دي بي. طبعا البي. هي مفروض تكون بي تقيلة. يبقى دي ايه فئات الجدول الدوري. اتنين. سري ايه فور ايه. براف التو ايه. طيب اقرب منهم. مجموعات الفئة بي. تلاتة. ماغنيسيوم. كولور فلور. طبعا الماغنيسيوم. ليه? اتنين خمسة. اتنين تمانية سبعة. اتنين سبعة. يبقى عناصر من الفئة بي. عناصر من الفئة بي. اربعة اف بي اي سي اي ال. اتنين سبعة. اتنين اتنية. اتنين اربعة. اتنين تمانية تلاتة. صح. يبقى عناصر من الدورة الثانية. يعني كم بستويين الطاقة? بستويين اتنين ايه. اتنين تمانية اتنية. اتنين تمانية تمانية اتنية. اتنين اتنين اتنية. يعني كم بستويين اتنين تمانية واحد. ايه صح. ايه رابط? عناصر من المجموعة. اتنين. اربعة اشر. ادرس الاشكال الاتية ثم اجب واحد. ادرس الشكل التالي الذي يوضح جزءا من الجدول الدوري الحديث. الف. ما الدورات التي يمثلها الشكل? الدور الاولى الدورة الثانية الثالثة الرابعة. يبقى الدورة الاولى والثانية والثالثة وربعة. ده ما المجموعة التي ينتمي اليها? العنصر ان. العنصر ان. طبعا مجموعة ايه? صح? المجموعة الصفرية. المجموعة الصفرية. ما الفئة التي ينتمي اليها كلا من? الايه والسي. الايه? الفئة صح? اس. طيب. والسي اس ايضا. الفئة اس. ده ما العدد الزري? العنصر اي. العنصر اي. العدد الزري بيقع في الدورة الثانية. والمجموعة فور ايه. كلا مستويين للطاقة. فور ايه اربعة. يبقى اتنين واربعة. يبقى كام? ستة. رقم ها? اذكر عنصرا انتقاليا. صح? الدي. واو. اسكر عنصرا يقع في الدورة الثانية والمجموعة سفن ايه? الدورة الثانية والمجموعة سفن ايه بالقلم. اتنين الشكل المقابل يوضح عدد البروتونات لاحد العناصر. او. الف التوزيع الالكتروني لهذا العنصر. اتنين تمانية تمانية اتنين. باق رقم الدورة كان مستوى اربعي والدورة الرابعة. جيم رقم مجموعة ايه او اتنين. ده الفئة اللي كانت ليه هذا العنصر فائز. ثلاثة. ادرس الشكل المقابل الذي. يوضح التوزيع الالكتروني لاحد عناصر الجدول الدوري الحريقس. استنتج العادة الزري للعنصر الذي يلي هذا العنصر فيه. الف نفس الدورة يبقى زود واحد. هنا اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة. يعني اتنين اربعة. اما زود واحد يبقى كام? صح? تبعة. في نفس المجموعة يبقى زود مستوى طاقة. يبقى اتنين تمانية اربعة. يبقى كام اربعة اشرة. اربعة الشكل المقابل يمثل جزءا من الجدول الدوري الحديث. اكمل العبارات الاتية. الف. يتطفق العنصران ايه وبي. في عدد نقط. ايه وبي. في عدد مستويات الطاقة. تقع في نفس الدورة. يبقى عدد مستوى مين? الطاقة. ب. يتطفق العنصران ايه واسي. في عدد صح الالكترونات. مستوى الطاقة الخارجي. كام? اتنين الالكترون. جيم العنصر ايه? يقع في المجموعة نقطة والفئة نقطة. المجموعة التو ايه? والفئة اس. ده العدد الزري للعنصر بي. نزود واحد اتناشر وواحد كام طلبتاشر. رقم ها العدد الزري للعنصر سي يساوي. طبعا نزود مستوى طاقة. يبقى اتنين تمانية تمانية اتنين عشرية. خمسة. تأمل الشكل المقابل الذي يمثل مقطع من الجدول الدوري الحليس. ثم اجب عم يالي. الف. ما اسماء فئات العناصر المشار اليها بالاحرف. اكس واي زد. اكس اس. واي دي. وزد بي. مع عدد مجموعات كل فئة. هنا اتنين وهنا عشرة وهنا كان ستة. جيم مع الرقم الحديث للمجموعة سفن اي والمجموعة السفرية. سبعتاشر وطمانتاشر. ستة. في الشكل المقابل. الف. حدد موقع على عنصر اكس في الجدول الدوري. اتنين سبعة. كم مستوى اتنين? يبقى الدورة. الثانية. كل مجموعة سفن اي او سبعتاشر. طبعا الفا مين? الفا بي. با اوجد العد الزري للعنصر واي. هزوب مستوى اك. يبقى اتنين تمانية سبعة. يبقى كم سبعتاشر. جيم حدد الفئة التي تنتمي اليها هذه المجموعة الفئة بي. دال اوجد العد الزري للعنصر الذي يزبق. العنصر اكس في الدورة. اكس يبقى نقص واحد. يبقى كم تمانية? سبعة. في الشكل المقابل الف. رقم المجموعة التي ينتمي اليها العنصر اكس. اتنين تمانية سبعة. يبقى سبعة اي او سبعتاشر. با العد الزري للعنصر اي? يبقى نقص مستوى طاق. يبقى كم براف? بتسعة. جيم رقم الدورة للعنصر بي. طبعا دي الدورة التالتة يبقى الدورة ايه? الرابعة. دال نوع العنصر سي. سبعتاشر تمنتاشر يبقى خامل. تمانية. الشكل المقابل يمثل احدى دورات الجدول الدوري الحديث. ما رقم الدورة التي يمثلها الشكل? هنا اتنين اربعة. يبقى الدورة ايه? الثانية. يبقى الدورة الثانية. با ما رقم المجموعة التي ينتمي اليها العنصر بي. اتو ايه? ما العدد الزري للعنصر ايه? والعنصر واي. طيب. العنصر ايه? بيقع في بداية الدورة الثانية. يعني اتنين واحد. يبقى العدد الزري كان ساحة تلاتة. طيب العنصر واي? واي بيقع في الدورة الثانية والمجموعة السفن ايه. ما هو الزد? المجموعة السفرية. الواي سفن ايه. يبقى اتنين سبعة. يعني اتنين سبعة. ساحة تسعة. دال ما نوع العنصر زد? عنصر خامل. خمس تاشر. اسئلة متنقعة. واحد. انصر ايكس. يقع في الدورة الرابعة. ويكون مع مجموعة النطرات. مركبة عن صيغاته. ايكس ان ايكس انتصarel جديد فاسل. وطيب مع مجموعة. chose. من المجموعة المجموعة لان ايه ايه ايه. احكم العدد الزري. انتصال على احسن. العدد الزري الكولامين. الف العنصر سين. بقى تنين خمسة كام سبعة. بقى العنصر صاد. الذي يسبقه في نفس الدورة. يبقى نقص واحد. يبقى كام ستة. جيم العنصر عين الذي يليه في نفس المجموعة. يبقى زوج مستوطاق. يبقى اتنين تمانية خمسة. يبقى كام براف خمسة عشر. ثلاثة. عنصر لا في لزة اكس. تدور الكتروناته في مستويعين للطاقة. يبقى واحد اتنين. وتفاعل مع الاكسجين ليعطي اكسيدان سيضغطه. اكس او تو. يبقى الاكسجين اتنين. يبقى الاكس كام براف. يبقى الاكس هنا اربعة. اختصرناه. يعني يبدل ونختصر. يبقى عندنا هنا الاكس تقفى ايه? رباعي. يبقى اربعة. يبقى اتنين اربعة. يبقى كام ستة. احسب. على ده الزري. صح. ستة. اربعة. عنصر في لزة اكس. يقع فيه الدورة الثالثة. يبقى واحد اتنين تلاتة. وتفاعل مع الاكسجين مكونا مركبا. صيغطه. اكس تو او ادهو. الاكسجين اتنين. يبقى الاكس هنا ايه? واحد. يبقى اتنين تمانية واحد. تاني. لم يقول لي. اكس او? هنا اكسجين سناقي. يبقى الاكس لازم اكوني اتنين اش رروح مع بعض? يبقى الاكس او. اكسجين ايه? سناقي. يبقى الاكس هنا ايه? سناقي. يبقى الاكس سناقي. بعد لما اقول لي اكس او? يبقى لأكس هنا ايه صح رباعي يبني اكسجين سنائي يبقى لأكس هنا ايه رباعي فلما اقول لأكس او سري يبقى لأكس هنا كام صح سداسي فلما اقول لأكس تو او يبقى لأكس هنا ايه وحالي ما المجموعة التي يقع فيها هذا العنصر المجموعة وان ايه او واحد ب احسب العادل الزري لهذا العنصر 11 جين حدد الفئة التي ينتمي الى هذا العنصر خمسة عنصر في ليز اكس يقع فيها الدورة السلسة واحد اثنين ثلاثة وعندما تفاعل مع الاكسجين يكون مركبا سواته اكس او اهو اكس او يبقى لأكس او ايه سنائي يبقى لأكس او اثنين يبقى اثنين ثمانية اثنين الف احسب العادل الزري للعنصر يبقى كام اثناشر بقى حدد موقع العنصر في الجدول الدور الحديث الدورة الثالثة والمجموعة ايه او اثنين جين استنتج العادل الزري لكل من واحد العنصر والذي يليه في نفس المجموع يبقى زود مستوطق يبقى اثنين تمانية اثنين يبقى عشرين اثنين العنصر زد الذي يسبقه في نفس الدورة يبقى نقص واحد يبقى اثناشر نقص واحد ستة عنصر اكس يقع فيه الدورة الثانية والمجموعة ايه ثم العادل الزري لعنصر الذي يليه في نفس المجموعة يبقى زود مستوطق يبقى اثنين تمانية اثنين يبقى اثناشر وكذلك العادل الزري لعنصر الذي يليه في نفس الدورة يبقى زود كام زود واحد يبقى خمسة سبعة رتب عدد مجموعات كل فئة تصاعديا الفئة دي الفائس الفئة بي طبعا اول شيء الفائس رقم واحد ثم الفئة صح بي اثنين ثم الفئة دي ثلاثة طب ليه؟ الفائس عدم اثنين والفئة بي عدم ستة والفئة دي عدم كام عشرة اسئلة مهارات التفكير العليا رقم واحد اختر الاجابة الصحيحة واحد العنصر اكس يقع في الدورة الثالثة واحد اثنين ثلاثة والمجموعة تلتاشر يعني السري ايه؟ بقى اثنين ثمانية ثلاثة وعدده الكتلي سبع وعشرين يكون عدد النيترونات في نواة زرته يبقى سبع وعشرين نقص ثلاثة يسوي كام؟ اربعة تاشر اثنين عدد عناصر الدورة الرابعة في الجدول الدوري الحديث غرف 18 عنصر ثلاثة العنصران اكس وواي متجوران في الجدول الدوري الحديث فاذا علمت ان العدد الزري العنصر اكس يساوي تسعة فاي المعلومات التالية عن العنصر واي صحيحة متجوران ممكن يكون ايه؟ قبل منه او بعد منه يعني اما يكون ثمانية او يكون كام او يكون عشرة ألف عدده الزري عشرة با عدده الزري تمانية جيم هذا الجميع الاجابات ممكنة طيب عدده الزري سبعتاشر ممكن يكون تحت منه يبقى نزاوي مستوطاك يبقى اثنين ثمانية سبعة يبقى سبعتاشر يعني جيم صحيحة يبقى كل جميعات ايه؟ ممكنة برقم دي اربعة العنصر الذي عدده الكتل اربائيه وعدد النيترونات في نواية زراته اثنين وعشرين نيترونا يقع فيه يبقى اول اربعين ناقس اثنين وعشرين يبقى تمنتاشر يبقى عدد الزري كام تمنتاشر المجوزة اثنين ثمانية ثمانية يبقى فيه الدورة السلسة والمجموعة ايه؟ الدورة الرابعة والمجموعة فور ايه؟ الدورة السلسة والمجموعة صفرية صحة رقم ديه؟ خمسة ايه الدورات التالية اكبر؟ فيها عدد عناصرها الدورة الثانية الرابعة السلسة السادسة طبعا السادسة لقم ديه؟ ستة عدد الالكترونات الموجودة في ايون عنصر لا فلزي؟ ثلاثي التكافؤ يقع فيه الدورة السلسة هو؟ طيب عنصر لا فلزي؟ ثلاثي التكافؤ في الدورة السلسة يبقى واحد اثنين ثلاثة طيب العنصر نفسه مش الايو ثلاثي التكافؤ هو الا فلزي؟ يبقى فيه كام براف؟ فيه خمسة يبقى اثنين تمانية خمسة طيب يميل الى اكتساب ثلاثة الالكترونات او مشارقة يبقى اثنين تمانية تمانية يبقى العدد الزر كام ١٨ هو قال لي ايو؟ يعني هيكتسب يعني يبقى كام ١٨ رقم ديه؟ سبعة فيها مركب اكس وان اذا كان العنصر يقع فيها المجموعة فيف ايه؟ يبقى تكافؤ ايه؟ سلاسي يبقى الواي يبقى تكافؤ سلاسي فان العنصر اكس يقع فيها المجموعة نقط لازم يكون الاكس ايضا سلاسي ليه؟ عشان الاثنين نخسرهم مع بعض وان ايه؟ ده واحد اتو ايه؟ سنائي يبقى يجيهم سلاسي ثمانية احد عناصر الدورة الثانية رقم دورته يساوي رقم مجموعاته يبقى اثنين اثنين يكون العدد الزري له يساوي طبعا كام ٤ اثنين اثنين نقسم العناصر التالية الى سلاس مجموعات مع ذكر السبب الارجون ماشي اول شيء الارجون اول مجموعة ارجون تمانتاشر استوديوم ايه؟ حداشر اتنين تمانية واحد استوديوم ايه؟ حداشر الإسيام اثنين وحد ماداجه الاكسجين اثنين ستة لاكسجين نقسم العناصر إيه؟ عشر اثنين تمانية الا خامن اثنين اغها الارجون ايه؟ الهاليام اثنين خامن إيه؟ كابريت اثنين تمانية ستة اثنين مع الاكسجين كابريت بوتاسيوم اتنين تمانية تمانية واحد يبقى مع السوديوم والليسيوم يبقى كيه يبقى اي سبب المجموعة الاول الاكسجين والكابريت ده عبارة عن لافل الزيت تقع في المجموعة ستة ايه او ستاشر في المجموعة التانية الارجون والنيون والهليم ده عبارة عن غازات خملة او نبيلة المجموعة الثالث سوديوم ليسيوم بوتاسيوم صح في الزيت تقع في المجموعة وان ايه او وان ثلاثة ما نوع العنصر الذي له اكبر عدد زري في نفس الدورة الوحيدة والى اي فئة ينتمي هذا العنصر وما الرقم الحديث لمجموعة هذا العنصر كل دورة بتنتهي بعنصر خامل يبقى براف يبقى عنصر خامل بول فئة بي طيب المجموعة السفرية وكما كامل الحديث تمانتاشر لبن نفسك رقم واحد اختر الاجابة الصحيح واحد الفارق بين عدد عناصر الدورة الرابعة وعدد عناصر الدورة السلسة الدورة رابعة تمانتاشر والسلسة كام تمانية تمانتاشر تمانية كام عشر اتنين في جدوى المزلي كل عنصر يزيد عن العنصر الذي يسبقه في الدورة الواحدة بمجدار نيوترون بروتون طبعا بروتون رقم بانك ثلاثة عنصر خامل يقع في الدورة السلسة واحد اتنين ثلاث اتنين تمانية تمانية يكون العادل الزري للعنصر الذي يسبقه في نفس المجموعة يبقى نقص مستوطاق يبقى اتنين تمانية يبقى العادل الزري كام عشرة اربعة عنصر عادله الزري خمستاشر اتنين تمانية خمسة يشبه في خواصه عنصرا عادله الزري خمسة اتنين ثلاثة سبعة اتنين خمسة صح برقم باقي خمسة عنصر عادله الزري تسعتاشر فيكون العادل الزري لعنصر الذي يسبقه في نفس المجموعة يساوي بقى نقص مستوطاق يعني يبقى في الضغر بقى اتنين تمانية تمانية واحد تبقى اللي يسبقه في نفس المجموعة يبقى اتنين تمانية واحد يبقى العادل الزري كام حضر اتنين ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاثتين واحد اكتشف العالم مندليف في مستويات الطاقة الرئاسية في الزرة. بور. اتنين. طاقة على جلزات الخاملة ضمن عناصر ارفاء دي. بارخة بي. ثلاثة. عنصر كي يقع فيها الدور الرجعة والمجموعة وان ايه. بارخة صحيحة. ثلاثة. علل لما يأتي. واحد. اعادة مزلي. ترتيب العناصر في الجدول الدوري. لانه بعد درسته لخواص العشعة السينية تشفى ان دورية خواص كي عناصر ترتبط بعددها الزرية. وليس اوزانها ايه? الزرية. اتنين. عناصر المجموعة الوحيدة تتشابه في الخواص الكيميائية. لان لها نفس عدد كيلوتونات من استوطق الخليط. ثلاثة. يقع كل من العنصرين. اي ال والسي ال في نفس الدورة في الجدول الدوري الحديث. لان ايه الالكتروناتها? تدور في سلاسة مستويات بالطاقة. اربعة. الشكل الذي امامك يمثل جزءا من الجدول الدوري. فاذا علمت ان التوزيع الالكتروني لعنصر اكس. اتنين تمامية اتنية. فاجب عما يلي. يعني اتناشر. وليفوق منه كيام اربعة. تحت منه كيام اشري. اللي بعد منه تلات عشر. واللي قابل منه اداشر. ده الدورة السنية. التالتة. وده رابعة. واحد. اكتب التوزيع الالكتروني لكل من العنصرين. الاي والسي. يبقى الاي اتنين اتنين. والسي. اتنين تمانية تلاتة. اتنين اسكو الرقم المجموعة التي يقع فيها العنصر. دي. مجموعة وان اي. او واحد. تلاتة. اذكر العاد الزري للعنصر بي. عشرين.